أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليطل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا لا ولا مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذني وقرا فبشروا بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغي عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقُمَانَ الْحِكْمَةَ نِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّ مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيِّ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَوَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ يَنِشْكُلِّي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيِّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّا إِنْ تَكُمْ إِذْ قَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيلٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنْ وَانَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيكَ وَاغْضُظْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرُ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمًا ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا عُدَىٌ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْنَ وَنَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيدُ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَا إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرَّةِ الْوَثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق الله العلي العظيم